اشتركوا في القناة منفصلة وهي بطولة كأس السوبر المصري والدوري العام المصري ودوري ابطال افريقيا ولذلك سألعب النادي الاهلي المباريات التالية في المواعيد الاتاء ففي يوم 5-5 برامز هيواجه النادي الاهلي في بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة بالامارات بعد اعتذار نادي الزمالك عن لعب بطولة كأس السوبر المصري وموافقة فريق برامز لعب هذه المباراة اما في 9-5 فحرص الحدود هيواجه الاهلي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة في مباراة في الدوري العام المصري وفي احد ايام 12-5 أو 13-5 فالترجي التونسي هيواجه النادي الاهلي في تمام الساعة السالسة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لقاء الذهب اما في احد ايام 19-5 أو 20-5 فالاهلي هيواجه الترجي التونسي في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في لقاء العودة وفي 23-5 الاهلي هيواجه الامبي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة في مباراة في الدوري العام المصري وفي 26-5 طلائع الجيش هيواجه النادي الاهلي في تمام الساعة السامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة في مباراة في الدوري العام المصري ويوم 29 الاهلي هيواجه سراميكا كولوباترا في تمام الساعة السامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة في مباراة بالدوري العام المصري وتم تأجيل مباراة النادي الاهلي مع منتخب السويس في دور ال32 في كأس مصر للمشاركة في بطول الدوري ابطال افريقيا وايضا المشاركة في السوبر المصري فيترى هل ترى هل يستطيع مارس الكولر الحصول على البطولة الثالثة له في وجوده في النادي الاهلي بعد الحصول على بطولة كأس السوبر المصري امام نادي الزمالك في الموسم الماضي بالفوز بنتيجة 2-0 والفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي براميز اللي يواجه في بطولة السوبر المصري بعد ما اتعدلوا في اللقاء بنتيجة واحد واحد ونجح النادي الاهلي تسجيل هدف تاني في الأوقات الإضافية والفوز ببطولة كأس مصر وكم من المباريات هيقدر لاعب النادي الاهلي والمدير الفني مارسل كولر في الفوز في هذه اللقاءات خلينا نشوف المباريات ونشوف ايه اللي هيحصل فيها وهل هيقدر كولر انه هو يصنع لنفسه تاريخ مع النادي الاهلي في الفترة القادمة سواء في بطولة كأس السوبر المصري او نصف نهائي بطولة دوري ابطال افرج وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهار ده اللي كان بيتكلم عن اجندة مباريات النادي الاهلي في شهر مايو وعشرين ثلاثة وعشرين وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهار ده مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي